اهلا بكم تتواصل الازمة الانسانية في قطاع غزة وتتوالى معها تحذيرات ومنشدات المنظمات الاممية والمسؤولين الدوليين من خطورة استمرار الاوضاع في القطاع على وطرتها وما يمكن ان تصل اليه الكارثة الواقعة فعلا حاليا وكيلو الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ مارتين جريفث قال ان غزة اصبحت مكانا للموت واليأس وغير صالحة للسكن مؤكدا ان الوقت قد حان لكي تضع الحرب اوزارها ومحذرا من ان كارثة صحية عامة تتكشف فصولها في غزة حيث تنتشر الامراض المعدية في الملاجئ المكتظة مع تسرب مياه الصرف الصحي اليها جريفث اضاف ان الفلسطينيين يواجهون اعلى مستويات عدم الامن الغذائي المسجلة على الاطلاق معضحا ان المناطق التي طلب من المدنيين لانتقال اليها حفاظا على سلامتهم تتعرض للقصف ايضا كما اشار المسؤول الاممي الى ان العائلات تناموا في العراء مع انخفاض درجات الحرارة ومن جانبها اكدت منظمة الامم المتحدة للطفولة يونسيف انها اطلقت تحذيرات من تدور الاوضاع المعيشية للاطفال في غزة مؤكدة ان هناك ثلاثمائة وخمسة وثلاثين الف طفل في غزة معرضون لسوء التغذية الحاد الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر كما يوجد مليون ومائة الف طفل تدورت اوضاعهم خلال تسعين يوما الماضية فقط وذلك فضلا عن صعوبة الاصول الى مناطق شمال قطاع غزة من اجل ادخال المساعدات الاغذية للسكان والاطفال ومشيرة الى انها نجحت في ادخال ستمائة الف لقاح خاص بالاطفال عبر معبر رفح خلال الاسبوع الماضي المنظمة الاممية المعنية بحقوق الاطفال اضافت ايضا ان هناك ارتفاعا في حالات الاسهال لدى الاطفال بنسبة خمسين بالمئة في اسبوع واحد فقط مع تعرض تسعين بالمئة من الاطفال دون سنة ثانية الى الفقر الغذائي الحاد ومبينة ان الزيادة الكبيرة في تلك الحالات في مثل هذا الاطار الزمني القصير تمثل مؤشر قويا على ان صحة الاطفال في قطاع غزة تتدهور بسرعة وبدورها قالت منظمة الصحة العالمية ان الوضع الصحي والغذائي في غزة كارثي بظل نقص كبير في التغذية والوقود والادوية دعية المجتمع الدولي ضرورة الوصول لحل جذري للازمة الفلسطينية والضغط لوقف اطلاق النار حتى يتسنى ادخال المساعدات الانسانية وتوصيلها الى المحتاجين داخل القطاع وكالت الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا ذكرت في وقت سابق ان الوقت يتسارع نحو حدوث مجاعة شاملة في قطاع غزة حيث اكد فيليب لازريني المفاوض العام للانروا ان الشعب الفلسطيني يتعرض لعقاب جماعي لافتا الى ان الحرب اجتملت على نزوح جماعي وخسائر بشرية واصابات كبيرة ودمار هائل اما مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة اوتشا ذكر ان الامم المتحدة والشركاء الانسانيين لم يتمكنوا من تقديم مساعدات انسانية منقذة للحياة والتي تشتد الحاجة اليها في غزة وشمالها لمدة ثلاثة ايام بسبب التعند في ادخالها لافتا الى ان ذلك يشمل الادوية التي كانت ستوفر الدعم الحيوي لاكثر من مائة الف شخص مشاهدينا الكرام كان هذا عرضا لابرز تحذيرات المنظمات الاممية من مخاطر استمرار الاوضاع الكارثية في غزة نشكر لكم طيب المتابعة موسيقى